تفح كيل الخلاف بين جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام داعش زعيم النصرة أبو محمد الجولاني قالها هذه المرة علنا تتوقف كل العمليات العسكرية بيننا على حالها وتلغى كل فتاواكم بتكفير الجماعات الجهادية وتتقدموا بما تملكونه من أدلة وبراهين وننتظركم أن تردوا بشكل رسمي وخلال خمسة أيام من تاريخ إعلان هذا التسجيل وإن أبيتم فقد علمتم أننا صبرنا عليكم سنة كاملة مقتل القيادي في الجبهة أبو خالد السوري أوصل الصراع بين التنظيمين إلى ذروته لسيما وأنه اغتيل بسيارة يقودها انتحاري من داعش في حلب الأحد الماضي بحسب النصرة والمرصد السوري تسجيل الجولاني تبعه هجوم افتراضي عليه بانتشار هاشتاغ نداء عاجل للأمير الجولاني حدة الاتهامات وصلت بأحدهم إلى القول إن الجولاني أزيل من قائمة الإرهاب علما أن ذلك لم يحدث فيما توجه آخر له بالقول أو تعلم أن الناس بدأت تشك في أمرك وهناك من رأى أن الجولاني غدر بالبغدادي والسبب لقاء الجولاني مع المخابرات السعودية بوساطة أردنية تحت عنوان مستقبل الشام رسميا لم يصدر بعد أي رد عن داعش فهل ستشتعل الحرب أكثر بين التنظيمين؟ ترجمة نانسي قنقر